أعوذي الله نشاط رجيم اسلام ورحمة تحليل بي الوحدة الرابعة الملوثات الطبية ونواصل تسجيل المقاطئ على شهر محتويات هذه الوحدة واليوم نصل في هذا المقطع خلاصة الوحدة لخلاصة الوحدة خلاصة الوحدة الملوثات الطبية لقد تم التعرف على الآتي تنقسم النفايات إلى قسمين وهو عادية وخطرة والعادية يسهل التخلص منها وخطرة لها طرق خاصة لتخلص منها الملوثات البكتيرية والفيروسية تسبب الأمراض لأنها تحتاج لخلايا حية للتكاثر وهناك تأثيرات كيمية وفيزيائية يمكن أن نتخلص من هذه الملوثات البكتيرية والفيروسية هي حوالي 7 عوامل كيمية وفيزيائية منها حوالي 4 فيزيائية منا حوالي أربعة فيزيائية وزي ما لاحظنا هناك استخدام الحرارة واستخدام البرودة والتكفيف واستخدام التكفيف والأشعة فوق المنسيجية اليو في ووجدنا هناك أيضا ثلاثة تأثيرات أيضا كيميائية منها العوامل عوامل مؤكسدة عوامل مؤكسدة وعوامل مختزلة ووجدنا كذلك أيضا الكلوروفورم والفينولات في نول هذه كلها مواد كيميائية ممكن نستخدمها لتخلص أو قتل الفيروسات أو البكتيريا الملوسات الفطرية بشكل عام سبب الأمراض الجلدية وتنقسم إلى أربعة أقسام حسب نوعية الأمراض التي سببها منها السطحية وتحت الجلد والجهازية والانتهازية وطرب معالجة النفايات الطبية هناك نوعان هو الحرق والدفن ووجدنا أن هناك نوعان من الحرق ما يكون حرق مركزي حرق مركزي أو حرق لا مركزي وقد مررنا على فوائد الحرق المركزي وسلبياته وكذلك فوائد الحرق اللامركزي وسلبياته ومن أراد التفاصيل أكثر أرجع إلى المقاطع السابقة لهذه الوحدة وبهذا نصل لنهاية هذه الوحدة ترجمة نانسي قنقر